موسيقى تباكي يا مريم تباكي تباكي يا مريم تباكي بسم الاب والابن الروح الكدس الالهد امين مجدن اكرامة الاساس كدس الهنة اهلا بكم في حلقة اخرى من تباكي يا مريم اللي فيها ابن الكلمة العذرة ام النور من الالقاب المحببة جدا لقلوبنا مريحة خالص هو رقب ام القاب كتيرة اوي العذرة ما يبدأ بالام في وسط يعني عالم مملوء بالتجارب والصعاب وعلاقات فيها خشونة وقساوة نلاقي كده ان العذرة لها اكثر من لقب يبدأ بالام احد الاباء تأمل في هذا وقال ان ربنا يسعى المسيح بعد ان اعطانا كل شيء اعراض ان يعطينا اغلى ما عنده اعطانا امه عشان تكون اما لنا في ايه الالقاب اللي بتدأ بالام اول حاجة هو ان هي ام الخلاص ام مخلصنا يسوع المسيح ده اللي اقروا المجامع وده اللي اعلنوا الملاك لها في البشارة بالاضافة احنا في صلواتنا الليتورجية في سر مسحة المرضى بنسلت الباط ونختمها طالبين نقول بشفاعة العذرة ام الخلاص كيريا ليسون فالعذرة هي ام الخلاص وام الايه المخلص اللقب التاني اللي شبيه بيه ويبدأ بلقب الام ام الله او ام الكدوس لان الله هو الكدوس او والدة الاله طبعا وهذا لان الاكنومي الثاني الكلمة ربنا يسوع المسيح جاء بلهوتي وحل داخلها حلول اكنومي واتحت بلهوته بنسوت منها اتحاد تام بغير افتراق ولا اختلاط ولا تشويش ولم يمتزج الطبيعتين بل كل طبيعة احتفت بخصائصها الخاصة جدا ولم تختلط الطبع احنا نعبر عن كده لان لا يكون الكلام لهوتي صعب على البعض نعبر عن كده في صلوات الاعتراف الوداس الهي لما يقول الكاهن امين 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 اؤمن 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 واعترفه انه نفس اخير ان هذا الجسد المحي اخذ ابنك الوحيد ربنا ياسوع مسيح من والدها الكديس طهرى مريم وجعله واحدا مع لهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير فهي ولدت ام الله المتجسد وده اللي اقرته المجامع المسكنية ايضا اللقب الثالث هي ام الملك لان الله هو ملك الملوك ورب الايه الارباب الملك الجالس على عرشه اللي شافوه الانبياء في العهد القديم حسقيال واشعياء وداود ودانيال على عرشه ممجد والطعمات ما يحاوله وشافوه القدسين والرسل في العاد الجديد منهم يوحنى الرائف سفر روي الله جالس على عرشه فهي ام الملك والمزمور الشهير 45 اللي بينشت بيدا اود للعذرة كنبوءة ان بنات ملوك بين حضياطق ايها الملك يعني جعلت الملكة عن يمينك بزهب وفير واحنا تكلمنا ملخصا عن جلوس العذرة عن يمين الملك هي الملكة التي عن يمين الملك وفي الحان الكنيسة قلنا السلام لك يا مريم الملكة القرمة غير الشائخة لا تشيخ التي لم يفلحها احد ووجد فيها عنقود الحياة ده لحنا شهير جدا اسمه شيري ماريا من صليف الأداس وننشد بها ان هي الملكة ام الملك ركب الاخر هي ام النور ان الله هو النور الحقيقي شمس البر واشفاء في جناحي فاشراكت النور علينا الشعب الجالس الظلمة ابصر نورا عظيما لو نور اشراك المسيح بتجسده على البشرية فأصبحت العذرة الحاملة له بالجسد هي ام النور من القابل الشهيرة او المحببة لقلوبنا الجميلة او اللي تدي سلام في القلب هي ان العذرة الام الحنون قلب العذرة ماريا كلما انتعامل معها واختبر علاقة بيها واخدها ام حقيقية ليه هي الام الحنون لان قلبها كله حب ورفق وشفقة ربنا يسوع المسيح نفسه كله حب محبته العالة وغير موصوفة يبقى امه كلها ايضا حب وحنان باولدها هي تمتعت بالفضائل دي والنعمة ظهرت على وجهها البسيط وجهها ومظهرها يشعى بحنية الام على اولدها ان طلبناها فهي الام الحنونة تسرع في استجابة طلب اولدها بشفقة وبأمومة بالغة اللقب الوراء القريب من الام الحنونة هي الام المعونة العذرة ام المعونة ام المساعدة كل من يستنجد بيها تيجي العذرة تمده بمعونة يعني بقوة وقوة دي هي استمدتها بقوة ربنا يسوع مسيح الحل فيها قوتها قوة العذرة في صلاتها ربنا يسوع مسيح من اجلنا تخيف الشاطين وتهرب وتغذي قوات الظلمة في طلبة قصيرة متعود عليها البعض منهم بسطاء والانجدينة عذرة انجدينة يعني تعالي لنجدتنا واسرعي لينا وانجدينة يا ام المعونة لقب اخر قريب للسفات دي هي ام الرحمة فهي قلبها حنين هي ام المعونة هي رحيمة بأولادها ونقول لها في صلوات الأجبية يا ورد اله انت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة والتحنم لقب الوراء ام جميع القدسين لما اقول جميع القدسين هم السمائيين والارديين العذرة شركتنا في الحياة الروحية وشريكة جهادنا الروحي ونتعلم منها القدسة تعلم منها الجهاد جهاد في الحياة الروحية وجهاد الاقتناء الفضائل والصبر والاحتمال والصمت والاتضاع ومعونة الاخرين ومساعدتهم زي ما كانت بتعمل في حياتها كلها بدون ان تتكلم كثيرا فهي امنا احنا الارديين اللي بنجاهد ونفسها وحرصها على خلصنا فتصلي من اجلنا من اجل خلصنا في صلوات الأجبية بنقول لها هيئي لي اسباب التوبة أيها سيد العذراء لان ليك اتدرع بك استشفع انتوا ساعدين قال لأ اغذي فانا باخد معونة العذرة لانها امي الشخص اللي بجاهد من خلال طلب صلواتها انها تهيئ لي التوبة وتصلي ربنا يا سعى المسيح من اجل غفران خطيئة وكما هنا هي ام جميع القديسين فهي ام جميع المؤمنين المسيحيين في كل مكان ويمكن اقدر اقول ام البشرية كلها ونفسها ان غير المؤمنين يعرفوا ربنا يا سعى المسيح ابنها ويتمتعه بخلاصه ليه بقى نقول عليها ام البشرية لانها حوائل ثانية التي ولدت التي ولدت وصارت اما للبشرية اعتدت الكنيسة تلقى بالعذرة انها ام جميع احياء او الام الحياء الجديدة لان في مقابلة كده هنقولها باختصار المرة دي ونقولها بتفاصيل في مرة اخرى ما بين حوائل اولى وحوائل جديدة حوائل اولى في جنة عدن وحوائل جديدة امنا العذراء يقول حوائل اولى كانت ام فمن خلال عسيانها جلبت على اولادها الموت اولاد الحياء ده اللي عملته حوائل باسيانها وصارت ام كل ميت اما ابنتها القديسة مريم احتلت مركزها من خلال تهارتها وامانها وطاعتها وطوضعها وهكذا صارت بالروح الكدس ام الحياء تقدم لابناء ادم شجرة الحياء حملت شجرة الحياء اللي ربنا قال لادم ستأكل منها فتحية ربنا ياسوه يأكل ويحيو الى الابد القديسة غستينوس قال ان العدرة صارت من خلال التجسد اما للرأس فقط ولأعضاء جسده السر ايضا وقال صارت ايضا وتقبلت امومة جامعة للكنيسة والبابا غروريوس الكبير قال هذه العلاقة التي قامت بين حوائل جديدة وكل المؤمنين خلال تجسد الكلمة اعلنت رسميا بواسطة ادم الثاني وهو على الصليب اسقل حوائل جديدة للعدرة يا امرأة هوذا ابنك وقال لمؤمنين في شخص القديس يحنة يا يحنة هوذا امك خلال الصليب تقبلنا حوائل جديدة من ايدي الله فاصبحت اصبحت هي ام كل المؤمنين وام المسيحيين وام البشرية كلها اللقب اللقب الوراء ام قادرة رحيمة معينة ودي بنذكرها في صلوات الاجبية في القطع الجميلة اللي تفضل رب تحفظنا في هذه الليلة اللي بعد اللي في اخر صلاة النوم نقول لها كده انت ام قادرة رحيمة معينة اللقب ده يقول ان هي فيها قوة تسرع لنجدتنا بقوة صلواتها وقوة حمايتها لنا ونقول لها كمان يا عدرة انت في التسبحة الشهيرة بتاعتها السلام لك يا مريم ام لها كدوس نقول السلام لك يا مريم مقاويف الحروب السلام لك يا مريم يا ام الله المرهوب طب انهي حروب طبعا الحروب الروحي عدرة تركزها على حياتنا الروحية وجهدنا لكي نحصل على خلاص نتمتع بشخص ربنا يسوع المسيح ابنها بركة صلوات عدرة ام النور اللي القبها كلها الشهيرة بتبدأ باسم الام وهي امنا كلنا تكون معاكم انتظرونا في حلقة قادمة تباكي يا مريم تباكي يا مريم تباكي يا مريم تباكي اشتركوا في القناة